أعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهايدروجين الأخضر وذلك بحضور مسؤولي الجهات المعنية أكد مدبولي على أهمية سرعة التوافق على تفاصيل حزمة الحوافز التي ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة في هذا الاستثمار هذا وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلي الجهات المعنية لسياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهايدروجين الأخضر على أن تنتهي المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين